مصطلح يعني يدور كثيراً ويعني ربما يحدث حالة من الاستقرار خاصة في الواقع الآن بين عموم الأمة خاصة بين الشباب مصطلح العلمانية مفهوم العلمانية، ضوابط العلمانية هل لها علاقة بالإسلام؟ أل هي بعيدة كل البعد عن الإسلام وهل هي علمانية ولا علمانية؟ فيعني نحتاج إلى تحرير هذا المصطلح دكتور بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا ونبينا وإمامنا محمد وعلى آله وصحبه ومن ولاه وبعد وحييك دكتور سلام وحيي المشايخ الكرام وحيي قناة مكملين الحقيقة تكلم الكتاب والباحثون من أهل الإسلام حول مفهوم العلمانية أو العلمانية بفتح العين الصحيح واشتقاقها والخطأ الشائع في ترجمتها نعم يعني نان ريليجيس أو أنتي ريليجيس طبعا هي نوعان يعني نوع يعني علمانية عنيفة يعني دكتاتورية وعلمانية في نفس الوقت ومع أنه كأنهما نقيضان يعني تحارب الدين بالعسف والقمع هذا نوع يسمونه يعني أنتي ريليجيس يعني ضد التدين أصلا والنوع الذي هو يعني أليا وأنعم يعني هو الذي يسمى بالإنجليزية نان ريليجيس يعني لا دينية فهي معناها الصحيح هو لا دينية يعني أو كما يقال فصل الدين عن الحياة يعني وسبب مستلح أصله إنجليزي يعني يعني تحديدا طلع منين من أي منطقة يعني بعد التورة على الكنيسة نعم نعم وهذا الاستنساخ التقليد الأعمى الذي يحصل نقل ما حصل في الغرب إلى بلاد المسلمين يعني هم ثاروا على دين محرف ولهذا تحسنت أوضاعهم نسبيا أوضاعهم الدنيوية كانت الكنيسة تكبل الناس تكبل العلماء تقتل من يقول الأرض كروية مثلا يعني بينما هذا لا يوجد عندنا يعني كروية الأرض قال بها الغزالي وابن حزم وكبار من علماء الأمة يعني هو إحنا غري هذا المثال دائما يقل المبالغة ولا ده حصل فعلا من الكنيسة نعم يعني الكنيسة فعلا كانت تقف كيف قليل يومن قتلهم حبس ثم قتل الكنيسة قتلتهم فعلا لأنه لأنه يعني ألحد وخالف ما يعتقدونه دينا وهو دين باطل محرف يعني بينما هذا لا يوجد عندنا في الإسلام حينها العلماء اتخذوا قرارا بابتعاد الكنيسة تماما عن العلم نعم بعد الثورة نعم نعم لا تتدخل وفصلوا المسألة بعيدا عن الدين فأصبح هناك فصل ما بين العلم وبين الدين نعم هذا هو بين العلم وبين الدين المحرف الباطل في أوروبا صحيح فاستنسخه مقلدة الغرب في بلادنا للأسف صحيح فأرادوا أن يفصلوا الدين الحق وهو الإسلام عن الحياة في المجتمعات الإسلامية وكانت نحن عندما نحاججهم نحن إذا نخاطب الآن المؤمن بكلام الله من رضي بالله ربا الذي ما زال على الفطرة هذا نخاطبه بكلام الله وكلام رسوله وإجماعات الأمة في بطلان عقيدة العلمانية ومصادمتها لأصل الدين نعم وأما من لا يرفع بذلك رأسا نحن نحاكم إلى الواقع الآن وكما قال العلماء في قوله تعالى سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق يقول شيخ الإسلام وشارح الطحوية وغيرهم هذا جمهور الناس يعني يحتاجون إلى الآيات الكونية التي تدلهم على أن ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم حق ولكن الصفوة أو الخاصة أو أصحاب المرتبة العليا ينطبق عليهم نهاية الآية أولم يكفي بربك أنه على كل شيء شهيد يعني المؤمن الذي وصل إلى مرتبة عالية من التصديق واليقين والإيمان لا يحتاج إلى آيات كونية تثبت له صدق ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم يكفي أن شهادة الله تعالى على هذا الدين وعلى التوحيد يكفي بفطرته فهؤلاء الذين ليس لهم ذلك الإيمان بالقرآن ولا بنبوة النبي صلى الله عليه وسلم طيب تعالوا نتحاكم إلى الواقع قبل بذرة العلمانية الفاسدة في الأمة كيف كانت قوة الأمة ومكانتها هل نتكلم تقريبا على سنة كم بذرة العلمانية بدأت إلى الأمة بعد سقوط الخلافة مثلا؟ في العالم الإسلامي نعم لكن في العالم الغربي بمعنى فصل الدين المحرف كما قلت قبل ذلك يعني توراة الكنيسة نعم توراة الكنيسة